اهلا بكم من جديد في بع عمليات السمنة في ناس كتيرة جدا بتبقى متخيلة ان النتيجة هتكون مزهلة وسريعة بالذات بعد ما يكونوا ماشيين مثلا او متابعين مع دكتور بالسنة او سنتين او تلاتة يعني بشوف حالات كتيرة جدا بتقولي انا طول عمري بعمل دايت فبتكون بتمشي على اكلات معينة بتمشي على مكملات مغزائية معينة او حقا او 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 في الاخر برضو ما بتوصلش لنتيجة اللي هي عاوزها فتقول خلاص انا هعمل عملية اناقص بيها وزني والنتيجة هتطلع لي في خلال شهور للأسف في حالات كتيرة جدا او يعني حالات يعني بتبقى عندها فشل من عمليات التكميم او من الجراحات المتعددة لالسمنة لعلاج السمنة انا عايزة استضيف النهاردة او اتكلم مع ضفنة النهاردة استاذ دكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية طبعين شمس مدير وحدة السمنة بوادي النيل وزميل كلية الجراحين بانجلترا وزميل كلية الجراحين بامريكا والحاصل على اعلى تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة SRC اهلا بحادثك يا دكتور اهلا مساعدة بحضرتك اهلا مساعدة الحقيقة الموضوع بتاعنا دا احنا مكملين فيه من المرة اللي فات لان فعلا انا لقيت ان فيه حالات كتيرة جدا بدأت ترسلني وبدأت تكلمني في التليفون تقول لي انا فعلا انا عملت العملية وفعلا ما حصلتش باي حاجة بالعكس دا انا بدأت اقذيت تاني مع ان عندي نفس المشاكل او مشاكل كتيرة جدا جات لي من اللي انتو تكلمت فيها قبل كده وبرجع ومش عارفة حياتي اتدمرت يعني فيه حاجات كتيرة جدا في حصل فيها حالات طلاق كمان فانا عايزة اسأل حضرتك الموضوع طالع كبير انا كنتش عارف في البداية اسمحين ان انا احيا حضرتك وكل سيدة المشاهدين الحياة طبعا احنا الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه بقى في الحلقة ممكن نرجع له اللي هو تكميم المعدة ممكن نتم تلخيصه في الحلقات بتاع الحاجات اللي فاتت على اصلاح فشل تكميم المعدة عملية التكميم عشان تنجح لها شروط يعني ايه تكميم نقول تاني برضا عشان لو ناس مش متخيل ان احنا بنعمل عملية بالمنزر خلال فتحات صغيرة بنصبر حجم المعدة ونشيل منها جزء واتكلمنا على ان احنا عشان ما حصلناش فشل بعد عملية تكميم المعدة لابد من ان احنا نعمل عملية تكميم باحترافية اللي احنا اتكلمنا عليه بقى المرة اللي فاتت من استقصال قبة المعدة بشكل كامل من نهاية المعدة اللي بود ليه طريقة معانة في الاستقصال نتفادى الالتواء بتاع المعدة ويكون التدبيس باحترافية شديدة طبعا ده في حال ان ده ما حصلش احيانا بيكون في مشاكل جراحية فيما بعد يعني عملية التكميم احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا لو انت منزلتش وزنك بكمية كافية عملية التكميم قلنا لو انت ابتدت ترجع بعد العملية بصورة مستمر روح عندك رتجاع شديد ليه طرق وتكلمنا على طرق علاجها منها ان احنا نصلح الفتء ونعمل اعادة للتكميم منها ان احنا نصلح الفتء ده ونعمل تحول مصور معدى كلاسيكي او مصور يعني في حلول لو انت ماخدتش وزن كافي بعد عملية التكميم ماخدتش النتيجة المرجوة اللي انت عاملها او دخلت في مضعفات فاحنا بنعالجها بطرق موازية يعني لها طريقة يعني وعملية بسيطة يعني مش فاتحة بقى ولا اي حال ده منزور مثلا بالمنزور فاذا ده جزء واحنا تكلمنا عليه في حلقات بس احنا لخصناه يعني ايه عملية بقى تدبيس المعدة يعني دي الصورة اللي هي معروضة دي اللي هي تكميم المعدة اللي احنا تكلمنا عليه تدبيس المعدة ازاي نصلاحها يعني انا اتدبستة خلاص انا اتدبستة انا مريض اتدبست في عملية تدبيس المعدة ايه اه كانت طلعت فترة كده بعد من فترة يعني اه عملية تدبيس المعدة من ضمن العمليات اللي كانت زمان بتتعمل ودلوقتي ما عميتش حد يعملها بقى خلاص هي عبارة عن فتح جراحي بيدخل دباسة حديد بتدبس دبوس واحد بس بيفصل معدى الجزئين المعدة دي الصغارة بنكل فيها المعدة المعزولة بتتفصل يعني بتبقى معزولة عن الاشياء من المعنى الفتوى انا عملية اتخيل طب ده هم قطموها خلاص هتعمل بقى التانية دي ازاي هتصلحها ازاي بنسيب كل ده ونشتغل بقى في الجزء السليم فوق مستوى الشبكة ويتم استقصال الشبكة في معظم الحالات مع الجزء الدبيس اللي هو القديم ويتم يا اما بقى انا دلوقتي عاين عملت تربيس معدى وعندي حاجة من الحاجات دي يا اما انا برجع باستمرار لانا ما بقدرش ياكل لان الفتحة اللي ما بين المعدتين كلها نص صنطي لصنطي وبالتالي انا حياتي صعبة يعني عندي لعنة من الترجيع المستمر وبالتالي طبعا بيحصل لي نقص فيتامينات ونقص تغذية وبنسة وجسمي متهالك سألحظ الحاجة وتتكلم عليها الناس اللي هو وصلت لدرجة متعبة دي دول حلوهم ان احنا نلغي العملية خلاص يعني نلغيها فتحة في المعدة اليمين فتحة في المعدة الشمال فتحين المعدتين على بعض وخلاص طب انا يا زيد تاني اه طبعا انفت بحياتك يعني انت لو عملت عملية تربيس معدى وانت من الناس اللي هي بترجع باستمرار وتهالكت صحيا ما تفكرش في حاجة تانية يلغي العملية وبعد كان فكر بقى في طريقة تانية نعملك بيها عملية فيما بعد تحول مصار ولا حاجة بس تتعادفها صحيا بالزبط كامل النوع من العملية الصحي ان حداك تدخل وتلغي العملية خلاص في وضع بقى تهالك الصحي او ان انا وصلت لدرجة من المضاعفات شديدة او ان انا خلاص عندنا قصفة فيتماعات شديد وده بنشوفه يعني الفئة التانية من الناس اللي عملت تربيس معدى انه هم هو مش قادر يأكل حاجات صلبة ولكن اتعلم بسرعة انه هو يزحلق بقى اكل سكريات وشكراتات وعيس كريم وعجنات والحاجات اللي بيتدوب في البقاء كلها بتعدي خلال الفتحة الصغيرة دي وبالتالي هو بتعلم انه هو ياخد الطاقة بتاعته اللي هو محتاجها اليومية من السكريات فبيحصل على اسوأ حاجتين الحاجة اللي هي بتحصل له انه وزنه بيزيد جدا لانه بياخد سعرات حرارية عالية جدا النمر التانية مش قادر يخس يعني انا مش قادر ااكل وعمل ازيد في الوزن اه طبعا يبقى اي حلو دخل برج السيركل بقى بالضبط جدا نعمل له بقى تحويل مصار المعدة كلاسيكي عملية تحويل مصار المعدة الكلاسيكي ان انا باخد الجزء السليم اللي هو في الصورة ده اللي فوق مستوى الشبكة بقصه وبعمل به عملية تحويل مصار المعدة الكلاسيكي ايه هدفنا ان احنا نعمل عملية تحويل مصار المعدة الكلاسيكي ان انا اكل كويس واخص كويس يعني انا الحاجات اللي كنت محروم منها من الوزن يعني دي عملية تحويل مصار المعدة الكلاسيكي من الجراحات الجميلة جدا والجراحات اللي هي بتعالج مشاكل تدبيس المعدة لو ركزنا في الرسمة دي ألاقي أنه أخذت الحتة اللي فوق حتة اللي فوق فقط وعملت بها تحويل يعني أنا إيه اللي أحصل بي إيه اللي أتحسن بي أو إيه اللي هستفيده من العملية دي إن أنا باكل أكل سليم الحاجات اللي كنت محروم منها في تدبيس المعدة بقيت أكلها دلوقتي لأنه ما فيش انسداد كان فيه انسداد في التدبيس دلوقتي ما فيش انسداد فيه عملية تحويل مصار المعدة الكريسيك العملية دي طبعا بتعامل بالمنزار لها صعوبة شوية لأنه بقى فيه لتسقات طبعا كتيرة في البطن ما بين الشبكة اللي كانت محطوطة في تدبيس المعدة جوة البطن يعني بتلاقي ملزقة المعدة بالكبد فبتاخد وقت شوية اللي احنا نصلحها محتاجة خبرة يعني مش أي حد يعملها طبعا النبرة التانية طبعا معظم الناس بتعامل بفتح جراحي وعشان تدخل بالمنزار بعد الفتح الجراحي بيبقى فيه شوية صعوبة واحيانا صعوبة بتزيد لو الفتء فيه فتء على الجرح بتاع تدبيس المعدة حضرتك قلت انا في عندي حالة المرة اللي فات التلتميت كيلو وانا بحضرها بقالي تلت شهور ايه يعني كنت تعمل ايه تلت شهور تعمل ايه لولا طبعا عندنا مشاكل كتيرة فيها يعني عندنا مشاكل في التنفس لان تلتميت كيلو عندنا بصراكس ليبقى ابنية عنيفة النبرة التانية عندنا فتء في جدار البطن معظم الامعاء جو برا البطن يعني برا البطن الحاجة اللي بعد كده ان احنا مش عارفين نعملها اشعة يعني احنا مش عارفين نعملها اشعة نأكد العملية السابقة يعني انا عايز اعرف تفاصيل العملية السابقة مفيش جهاز اشعة قادر يعمل في وزن تلتميت كيلو يعمل اشعة مقطعية ثلاثية الابعاد في الوزن ده وبالتالي عندنا صعوبة اننا داخل على العملية عايز اعرف تفاصيلها فعملنا منزار معدى للتشخيص من جوة يعني شوية معلومات لكن هي غير كافية طبعا فاحنا لازم طبعا نكون عارفين ان فيها عندنا صعوبة في التقدير عندنا صعوبة في اجراء العملية طبعا لان عندنا فات اجراحي نمرأ اربعة اننا دلوقتي عشان اعمل عملية في الوزن الضخم اللي فوق 300 كيلو عملية فتح اجراحي من اسوأ انواع العمليات يعني تدخل تصلح فاته وتعمل عملية تحول مصار معدى كلاسيكي في 300 كيلو دي يعني نغير الامراض المصاحبة يعني اكيد دي عندها سكر عندها ضغط عندها حاجات كتيرة جدا اللي هي البيز لاين اللي هي صح طبعا كل الحاجات دي موجودة بالاضافة للصعوبة الجراحية فهي عايزة طبعا تحضير بهدوء لان دي عملية اعادة لاصلاح عملية تدبيس معدى مش قادرة حتى اعمل فيها اشعاعات عندنا مشكلة في التنافس طبعا تحضيرها والتحضير بقى عموما للعمليات الاصلاح طبعا دي نصيحة لكل الجراحين واللي هم المبتلئين في جراحات السامنة نصيحة لكل العينين المقدمين على اجراء عملية اصلاح لابد من تقييم وضعك التشريحي يعني انا دلوقتي عملت عملية تكميم اوعى تدخل تعمل عملية من غير ما تعمل منزار معدى يبص على المريق من جوة يشوف فيه فتح جاب حاجز يشوف فيه التهابات في المريق يقيم وضع المعدى النمر اللي بعد كده ان لازم اعمل اشعار مقطعية سلاسية الابعاد تقول لي عندي فتح جاب حاجز وحجمه قد ايه عندي ديق في المعدى من تحت عندي التواق ولا لا لان بناء على المعطيات اللي هي بتاعة الاشعار المقطعية والمنزار القرار العملية بيتغير 180 درجة يعني انا عمل عملية تكميم وعايز اعمل عملية اصلاح لقيت عندي بالمنزار والاشعار المقطعية فتح في الحجاب الحاجز وعندي يعني التهاب في المريق بصورة كبيرة يعني التهاب درجة ربعة او بارد اصفجس يبقى عندي حل واحد اللي هو تحويل مصار المعدى الكلاسيكي الكلاسيكي ما عنديش فتح في الحجاب الحاجز ما عنديش التهابات في المريق ممكن اعمل تحويل مصار المعدى مصغر او ممكن اعارة تكميم للناس اللي هم عندهم تكميم بيصلحوها عندي ديق في المعدى في نص المعدى يبقى عندي عملية واحدة بس قدر عملها لتحويل مصور المعدة الكلاسيكي ما قدرش عمل تحويل مصور المعدة المصور فقرارات كتيرة جدا بتتغير بناء على عمل المنظر لكن في النهاية بقول ان عمليات الاصلاح هي عمليات آمنة بس محتاجة حرفية في الأداء ومحتاج مكان آمن ومحتاجة مسارجات طبية على أعلى مستوى دي ما فياش يعني اننا يعني يعني التأثير في الخبرة التأثير في الإمكانات الطبية هيؤدي إلى كارثة فيما بعد طبعا في سؤال لازم يتسئل فيآخر الحلقة دلوقتي احنا أه نزاي نختار من البداية بقا ان احنا نعمل عمليات صح وفي مكان صح العمليات اللي هي الممنوعة بلاش نعملها زي عمليات تدبيس المعدة فراشة دي من العمليات اللي هي الممنوعة خالивنا في العمليات اللي هي المتعرفة Applic Sempre تحويل مصور المعدة المصور تحويل مصور المعدة الجلاسيكي تحويل مصور الاسنة عشر اساسي عشان بس بعض الناس عرفها الاساسة لسه Investigation لسه تحت الفحص يعني لسه ما خلتش أبروفل من كل المؤسسات الدولية لكن هي بتتعامل مش هتضر لكي نتاجها لسه مش عارفينها لان مش قادرين نقيم وضع الأكل اللي بيعد في الـ 12 أو وضع الأكل اللي بيعد في خلال الواصلة قد ايه منه ما يعدي هنا وبالتالي النتاج لسه مش معروفة دي بالنسبة لنوع العملية الجراح لازم يكون محترف في إجراء العملية المكان الآمن التقدير الآمن كل دي حاجات لازم تتوفر عشان تفادى مشاكل الأساسيات نفسها لازم تكون كلها معروفة ولازم فيه تيم متابع هو مش بتجاوز تعمل عملية وتسيب العيان لازم متابعة قوية ولازم فيه طريقة ان احنا نتابع بها العيان يعرف يعمل ايه وما يعملش ايه فيما بعد العملية أستاذ دكتور كريم صبري أستاذ جراحة أسمنا المناظير بكل الطبعين شمس ومدير وحدة أسمنا بمستشفى وادي نيل وزميل كلية الجراحين الملكية بنجلترة وزميل كلية الجراحين الأمريكية والحاصل على أعلى تصنيف جودة دولي في جراحات أسمنا SRC أنا بشكر حضرتك كثيرا الحقيقة حلقات متميزة وفيها معلومات كثيرة جدا مهمة يعني بتفيد كل الناس اللي عايزة تمر بدأ أو حتى اللي كان عندها نسميها سوابة بقى لان فعلا بتبقى أثار رهيبة جدا ترجمة نانسي قنقر